هو بيعرف يوس دي النصائح الناس بتصق في رأيه لأن عقله ما شاء الله هو كمان زي الجدي في الحتة دي بياخدوا بالهم من حاجات الناس الطبيعية متاخدش بقى منها خلينا نكون fair دا دي دا نوع من أهواع الزكاء النادر الصراحة أزكية فعلا ودايما الدالو لازم يكون هو السلطة السلطة بتنبع من عنده هو هو القائد دي حاجة مش مستهلة يا دالو لازم تستعملها كويس ما توسقش استعمالها بمعنى صح خلينا نخص القرية بسرعة في معفاية يا دالو زي ما قلت الناس اللي كان عندهم سحر أو حسد أو حالة نفسية سيئة أو أي حاجة من تعب عضوي إن شاء الله بيتيبوا وبيخفوا وبيبوق أحسن إن شاء الله في فلوس جاي لك من شخص كبير في هنا حيرة من حاجة وإنت مركز في حاجة ومش واخد بالك من حاجة مهمة بتحصل ورقك خلي بالك فيه علو شأن وحالة يعني تحفيز والناس مبسوطة بيك وفخورة بيك كده أصبر الصبر نسباح الفرق أصبر على المنافسة اللي انت فيها دي عندك منافسة شديدة يعيني وإنت واضح إن انت متوتر حاول تستعيد التوازن بتاعك وتستعمل زكائك المعتاد يا دالو ما حدش يقدر يقود قدامه الصرف دالو من أزكى الأبراغ من أزكى الأبراغ فعلا استعمله آآ بدل التوتر حط دا مكان دا فاهمين قصدي داخل على حاجة جديدة يا دالو حاجة أنت مكتش متعود عليها وطريقها طويل أنت أدرب الحاجة دي نخلي بالنا الورنين هذا البورس شخص قريب منك وبيتغز عليك أوكي وبيصح ما صحيش كويس أو على الأقل مش بيتمنى لك الخير نخلي بالنا زي ما قلنا أعداءنا يكونوا أقرب من صحابنا لازم تحط تحت عينك وتبقى فاهم وعارف إن هو مش بيتمنى لك الخير ومع ذلك موجود ايه الجمال دا بردو 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 طلع له الإمبراطور فيش فايدة فيش فايدة فيش فايدة الثالث عزة نفس يعني هو شايف نفسه شوية فيه سن دروف بس هو شخص يعتمد عليه وعنده كبرياء طبعا وعزة نفس زي ما احنا عارفين يعني تفعش تدوس على طرف الدم يعني تفعش بس عنده ايه بقى الصحة هي تحسن الصحة كويسة فيه حالة مرح حالة أمان حاسس بأمان زي ما احنا شايفين كرت الشمس من أقوى الكروض طاقته قوية جدا طاقت الشمس يعني طلع له عنده طاقة حلوة جدا عنده حاسس بأمان متحوط بصور بيصرف بعطوية وفيه لعب وفيه في حالة انبساط الحمد لله وحالة النجاح طبعا ده بيدل على الصحة وعلى النجاح تمام الناس بقى اللي عايزة ارتباط ننتدال اهو احتفال اجازة اخد اجازة اللي محتاج اجازة او ممكن يكون ده زواج احتفال بزواجة يعني في ناس حيتم زواجها ان شاء الله او الناس اللي تم زواجها وحسن هي محتاجة اجازة روحوا اجازة ده الوقت مناسب جدا ان تاخدوا بريك وتاخدوا اجازة قبل يعني بتبتدوا الشغل اللي بديد بترجعوا للشغل الجديد يعني صبر بردو ادالوا هنا شكل المرحلتين صبرين على حاجة فيه حاجة عاملالهم عد وصبرين عليها ومستنيين وهم مستنيين حاجة يمكن تكون تطور المادي ولو ده اللي انتم مستنينون ان شاء الله هيحصل فيه تطور المادي ده king of pentacles king of pentacles تطور كويس جدا في الحالة المادية وحالة اكتفاء وكمان هتكتدي بيوصف الناف شخص سخي وكريم كمان هتدي حاجات لناس محتاجة يعني برافو عليك يا دالو حاجة كويسة جدا جدا برضو تبدالوا عندو حيرة بقرارين محتار ياخد قرارين بقرارين دول شبه بعض الاجابة تبتت داتي بشو وراء احساسك يا دالو ايه شو وراء احساسك الاحساسك هيقولك عليه وبردو عارك ايه تبدالوا عندو الموضوع ده احساسه دايما بيكون صح بعد ما هتاخد القرار ده انت هتقل في مرحلة لديدة وهتكون يعني متطلع لها جدا 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 وهتسمع خبر حلو فيه خبر حلو جايلك يا دالو انت كنت مستني مستني بفرغ الصبر ان شاء الله هتسمع الخبر الحلو ده الموضوع ده العلاقة بجواز انا مش عارفة او عودة حبيب ابي او عودة صديق او عودة حد انت قريب منك جدا هيرجع يتواصل معك ثاني وهيقدم لك شيء ده اللي انت كنت تصبر عليه بردو الامبراطور الحاكم انت اللي بتقمه تطاع تحب يسمع كلامات في كل حاجة وكمان انت اللي عليك عب المسؤولية انت المسؤول الاول والاخير سواء بقى حطه الموضوع ده في ايه حتة اخر كبير في واسبكواته زوجه وبيته يعني جد كبير هو ده المسيطر وهو ده اللي بتسمع كلامه هو كسب المكانة دي من خلال مسؤولية اللي هو شرح حاجة حلوة جدا احتفلات جوازات شمس طلعه الصحة حلوة الحمد لله صبر على الشيء وهيجيلك حاجات حلوة قوي خبر حل بداية جديدة حلوة جدا انت متطلع لها قوي عودة حبيب قديم او صاحب قديم او قريب قديم يودك ويعني يبذلك شيء حيرة من موضوع الماء بس الحيرة دي امشي ورق احساسك فيها يا دلو ان شاء الله احساسك هيدلك على الاجابة الصحيحة ايه دي المجموعة التانية دي برج دلو القراءة العامة هنشوف دلوقتي دقيقة كده برضو ونشوف الحالة العطفية باخبارها ايه القوف لسه لسه ما قلناش القوف افتكنا اه لسه بتاعرف شيء واحدة وامتة دولي على كومنت حبيبتي بجاوب على كومنت بعد ما بخلص القراءة وما ينفعش ازاي حقرة حاجة وارجع بص على كومنت بالعقل اخلص القراءة وارجب بعتيلي دلوقتي واقرالي امان وفرح نجيك يا لمدة خالص حضرتك ليه كده يا برينسس بس ان شاء الله ربنا يبعتك حاجات كويسة تفقلي بس كده تفقلي وعليكم السلام يا نيرا اهلا اهلا اخيرا يا انيس اهلا ايه اوكي اوكي عشان دي مصحة يعني اوكي ماشي الحوت موجود امان في الصفحة حبيبتي والجادي حنقروا قايد جدا يا ملادي للبوان ايوه بالضبط كده يا شيم وهو ده احمد ذاهكي برضوh عليك مرسي جدا لزواك ا learning ايه blanc though they're not using this irmative خبيبي تقلبي يا منت باقي الجادي حواضر قريب جدا. القوة انا زعلية قوي من غامات زعلية فرح. ان شاء الله هنقوله قريب قوي 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 ولا تتعلي خالص. لا لا مش بعرف ايه يحصل لحاجة احنا بنلعب هنا احنا بنلعب. مين قالك ان انا عرف حاجة انا معرف حاجة خالص. طيب بص انا كنت سايباك تقول كل اللي انت عايزه وتنتقد زي ما انت عايز. ان انا تقول عليك كفرة خد انت بقى الزنب ده وتفضل كتير من هنا. مش من حق تقول عليك كفرة خالص انت دخلت جواي عشان تعرف مين يكون احسن منك مرة عند ربنا. باي. يد. نشوف الحالة العاطفية للمنوع الثاني. نرسي الى ناس قوي. منتظر حبيبي يا رب يرجعلك يا نور يا رب. السمطوم ثلاثة علشان. يعني تكون اقرب يعني يكون عندنا معلومات اكتر. انما لو قلت البورد كل عباده في قرية واحدة مش حيبق فيه التفاصيل كثير. قدين فرحتين ان شاء الله يا كاتوشا باذن الله. ممكن اعرف ونشارك ايه ونزبار طماجين. طب نانو انا معليش ساري يا ولاد ده معظم شان الموقوع خالص. مش علي الدرجة انا مش عارفها يا حديث ريس. انا عارفها الاسم. اسمه صندري. يعني هتروحي للكوفر بتاعك وتؤدي لي عايزة اعمل صندري. بس صغوب من بنيات يعني احنا بنيات. بشكرك يا عيماد بشكرك قوي. انا كده يجب حاجة صحة كثير. انا بورجيت. اوكي المرسية دي يديرة على المانشن. مع الكلام الحلوي ده. طيب اتاخرنا على القرية. اه نبتدي. دي القراءة العاطفية. ايه المجموعة التانية. اه بورجيت ده. احنا يا تار اختارت الا اختارت القراءة الخاصة بتاعك النهارده. كون الح strategrين جد سات البحثة نبضي. كون ا deterخيising pray400 Sorui. تطورد من السيدات الى ليون هم يساوجد. حقا колا بس درتي إ MICHAEL قدع ده ق nineteورجي مخرج. ليه كده بقى دي المجموعة التانية يصلوا بينا على النبي وزي ما قلت لكم بخدوا الكلام ده ورموه في البحر مسمعوش منه هذا خالص ان شاء الله تكون غلط ويكون كل ما قلوه ده زي ما قاله الاستاذ اللي تعمل له بقى من شوية انه ده ايه كلام هو تعمل ايه كلام. ايه اللي ظهر هنا ده بقى ده الدلو في حرب قد احناها في حرب بس بيكابر بحرب مع شريك ومش حرب بره او بحرب مع شريك اه وبيكابر وعايز يبين انا ولا يفرق معي بس هو من جوه مش كويس يعني هو لو اظهر لك ده بقى مش كويس هو من جوه نفسه في ايه ده هاي بريستس يعني ده هاي بريستس دي معناها انه يا اما فيه سر بينفدح في حاجة شريكو نخبليها عليك نفسه يعرفها نفسه السر ده ينفدح او نفسه اه العلاقة يكون فيها شوية قدصية يكون فيها ثقة اكتر او فاهمين قصدي فيه مشكلة بصطقة عند الدلو هنا مجموعة تانية شايف شريكو ازاي عشرة عشرة طويلة جدا حب اه عارفين الوش المقلوف ده بتاعه اللي هو عارفه اللي بيطمن له اه شايفت كده وشخص عبطاء يعني بتديله كتير الدلو اخذ يعني اللي ياخذ منك انت تديله حاليات كتير بيطنة الطفا ما بينكم فيها انهيار لشيء كان موضوع حياتكم وبانهار الانهيار ده انا اعتقد انه هو اه يمكن حاجات مستخبية كنت مخبينها على بعض اه بالانهيار البرج ده الصورة هتتضح بس لما الصورة هتتضح هي مش هتتضح وخلاص لا هتتضح وهيحصل معاها تداعيات كتير بس في انهيار للشيء كان اه حاجة بالرؤية ما كان الدلو مكانش شايف او شريك الدلو مكانش شايف حاجة معينة وهيبدي بقى ايه يشوفها وتظهر والحقيقة تباني شريك الدلو نفسه في الطاقة اكتر طاقة انتصار وقوة مش قابل بالهزيمة عايز برضو يبان زي الدلو بالزبط انا ولا يفرق معينة بس شريك الدلو شايفه متبهد الاكتر عايز ايه عايز اخانق اخانق جاند جوا غضب جوا غل كتير 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 قوي الغل ده بس شايفه ازاي شايفه شخص كريم يعني بغض النظر عن كل اللي بيحصل ده فهو شايفه ان هو الشخص الكريم وشخص عنده عطاء برضو يعني ما شاء الله انتو الاثنين عندوكو عطاء شديد ده الشهر ده انتو قاعدين بقى في حالكو تماما فيش اياه حاجة وفيه عقرب طرعلكو من ورا عمال يلدع مشاكل بقى بيحطوكو في مشاكل في مشاكل جمدة جدا من ظهرت من بسبب هذا العقرب ده شخص كريم في ظلم وقع على حد المادة اللي او شريكو في ظلم وقع على حد فيهم زعل بعض كل واحد آآ برغم العشرة بقى شاركين بقى العطاء والعشرة والمشاعر وكل الحاجات دي في بعض مش انتصال لكن بعض والبعد ده دايما احسن ده احسن احسن حالة تعمل في وضع للده ده طيب 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 اشتركوا في القناة